خطة فقرار فتنفيذ هذا ما فعلته الولايات المتحدة الامريكية فبعد ان اعلنت وزارة دفاع البنتاجون عن خطتها الجديدة لمعركة الرقة حتى وصلت وحدة مدفعية من مشات البحرية الامريكية المارينز واربعمائة جندي الى سوريا ليضاف بذلك الى خمسمائة جندي موجودين منذ زمن بحسب ما اكد المتحدث باسم التحالف الدولي جون دوريان الذي اشار الى ان تلك القوات لن تكون في الصفوف الامامية وانما مهمتها فقط دعم قوات محلية في معركة الرقة في اشارة ربما الى ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية ذات الغالبية الكردية كما ان تلك القوات ستعمل بحسب القيادة المركزية الامريكية في شرق الاوسط على منع حدوث اقتتال بين الاتراك والوحدات الكردية التي تدعمها فهل حقا سيقتصر دور القوات الامريكية على دعم ميليشيا قصد وجعلها رأس حربة في معركة الرقة ام انه سيكون لها دور اكبر على الارض يتعدى معركة الرقة خبر انتشار القوات الامريكية الجديدة تلقفته ميليشيا قصد ببالغ البهجة على ما يبدو وتتحدث بملء فيها عن انها ستطبق حصارا على مدينة الرقة خلال الاسابيع القليلة القادمة بل وتستبعد على لسان المتحدث باسمها طلال سلو كذلك اي دور لتركيا في معركة الرقة واعتبرا اياها بالدولة المحتلة للاراضي السورية وانهم اي ميليشيا قصد لن يسمحوا لها باحتلال المزيد حسب تعبير سلو ومع ان قرار المشاركة التركية تقرره واشنطن لا ميليشيا قصد فان الدور التركي لا يواجه معضلة في شرق الفرات فقط بل حتى في غربه حيث منزلت قوات عملية درع الفرات تروح مكانها بعد عجزها عن التقدم باتجاه منبج بعد انتشار قوات امريكية في محيط المدينة ورغم ان تركيا هددت مجددا باستهداف ميليشيا قصد في منبج الا ان ذلك لا يفكك الالغامة الامريكية الروسية التي زرعت امام الاتراك في شرق الفرات وغربه ترجمة نانسي قنقر